الحقيقة سيدنا زكريا عليه السلام نحن للأسف لا نستفيد من الإشارات العلمية الواردة في القرآن زكريا ماذا يقول عليه السلام وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين هذا دعاء لم يذهب إلى طبيب ولم يجري عملية زرع إلى آخره أو تلقيح استناعي وغير ذلك هو فقط دعاء نحن نتحدث عن نص القرآني لا نقول إن الطب غير صحيح لا الإنسان يلجأ إلى كل الوسائل المتاحة ولكن على رأس هذه الوسائل هو كلام الله تعالى ماذا كانت النتيجة ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له الفاء في اللغة لسرعة الاستجابة لم يقل واستجبنا أو ثم استجبنا لا فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجة إذن القرآن الكريم هو مصدر الشفاء هذه قناعة طبعا للأسف لا يوجد أبحاث علمية حول هذا الموضوع ولكن أنا وجدت أن الترددات الصوتية التي تستخدم اليوم في ألمانيا لعلاج السرطان وهم يلجأون إلى ترددات مثل خرير الماء القرى على الزجاج أو القوارير أصوات الطبيعة إلى آخرها أو بعض الذبذبات الموسيقية ويأخذون نتائج مبهرة نحن لدينا صوت القرآن لأن هذه الخلايا التي خلقتها نعم القرآن ذاته عندما نستمع إلى القرآن ولكن بخشوع وبتأمل وتفكر ونترك هذه الخلايا خلايا الدماغ والقلب تتفاعل مع كلام خالقها عز وجل أنا وجدت أن الخلية يوجد في داخلها برنامج يمكن أن يتأثر بصوت القرآن عندما يتلى هذا الصوت وهناك كثير من الحالات تشفى بمجرد القراءة القرآن أو الاستماع للقرآن ولكن بمراعاة شروط التأمل والتفكر وأن تعمل بما في هذا القرآن لأن الله تعالى يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولكن ماذا عن الكافر الذي لا يؤمن ولا يزيد الظالمين إلا خسارة إذن القرآن له مفعولين يعني أنا لا أذهب أزني وأسرق وأأكل أموال الناس في الباطل ثم أقول سأقرأ القرآن لأشفاء القرآن سيلعنني وقتها لذلك نقول لكل إنسان أخي الكريم أختي الفاضلة إلجأ إلى القرآن أولا وأنت اقرأ القرآن لا تذهب إلى أحد ليقرأ عليك لأن الله أنزل القرآن لك لم ينزله ليقرأ على الآخرين البحث الذي قام به طبيب فرنسي أثبت أن قطرة الدم المأخوذة من الإنسان والتي تتأثر بالترددات الصوتية التي يطلقها الإنسان أكثر ما تتأثر بصوت صاحبها يعني عرض هذه القطرة لمجموعة من الترددات الصوتية أصوات مختلفة وجد أن هذه القطرة من الدم أو خلايا الدم تنشط لدى التأثير عليها بصوت صاحبها صاحب قطرة الدم لذلك أنا أقول إن أكثر ما يؤثر على خلايا جسدك هو صوتك أنت وليس صوت الآخرين إذن أنت اقرأ ولكن بخشوع بتدبر ببكاء بتعمق بعمل تعمل بما جاء في هذا القرآن وسوف تجد نتائج مبهرة يعني هناك بحث أخفته وكالة المخابرات الأمريكية عن العلاج بالسرطان بمجرد الصوت وبمجرد أن يذكر صاحب هذا السرطان بعض العبارات وبعض التفكير أخفته مدة 34 سنة وكان هذا البحث يمكن أن ينقذ حياة الكثيرين مجانا الآن قبل أيام أنا سمعت هذا الخبر على بي بي سي نعم فانظري كيف أن تجار الأدوية وتجار يعني دائما يحاولون أن يوهموا يوهموا الناس أن شفائك ادفع لتشفى دائما المعادلة هذه نحن نقول الإنسان يلجأ إلى الطب يلجأ إلى كل وسائل متاحة ولكن قبل ذلك يلجأ إلى خالق الأطباء وهو الله تبارك وتعالى ترجمة نانسي قنقر